قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أن الهجوم المضادة لبلاده يسير بشكل إيجابي وسيستمر واعتبر زيلنسكي في لقاء مع شبكة سيانان أنه لا يمكن الجزم بأن الهجوم الأوكراني المضاد سيحقق اختراقا ميدانيا كبيرا هذا العام من ناحية أخرى شار الرئيس الأوكراني إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدرس تقديم صواريخ بعيدة المدى لبلاده محذرا من تعرض الجيش الأوكراني لخسائر كبيرة في حال عدم الحصول على تلك الصواريخ اشتركوا في القناة